السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي سوف نتحدث فيها عن آخر مسجدات إعانة البطالة أو الشيك الذي ينتظره الناس العاطلين على العمل والذي قيمته 300 دولار والذي صدق عليه الرئيس الأمريكي قبل 3 أسابيع في إطار مرسوم رئاسي فكما تعلمون هذا الأمر يعني حد الآن هناك العديد من الناس لم يستفيدوا إلا في بعض الولايات وتتحدثوا على هذا الأمر في هذا الفيديو لكن هناك أمور سوف أشرحها لأن هناك بعض إخوان الذين تواصلون معي يسألونني بأنهم لم يتوصلوا بعد بالشيك وهل هناك أمل أن يتوصلوا بالشيك لأنه كما قلت هناك ولاية قدمت هناك ولاية رفضت هناك ولاية لم تقدم فعلى كل حال بندسبل الولاية لكي تستفيد من هذا الدعم الفيدرالي هذا المال الفيدرالي عليها أن تقدم على البرنامج فلحد هذه الساعة التي أصور فيها هناك تقريبا 30 أو 35 أو 33 ولاية قدمت على هذا المقترح أو هذا البرنامج لكي تستفيد منه والأمر يختلف من ولاية إلى ولاية كما قلت هذا المال سوف يتم توزيعه عن طريق صندوق أو صندوق ما يسمى الكوارث أو الطوارئ وهو ما يختصر عليه بفيما هذا الصندوق فيه مال قيمته تقريبا 44 مليار دولار 44 مليار دولار الولايات التي قدمت سوف تستفيد من منحة 300 دولار مقدمة من الدولة 300 دولار هذه الإعانة ربما تستمر لثلاث أسابيع وأبعد تقدير يقال هو ستة أسابيع لأن الرئيس حينما صادق على المرسوم الرئاسي الذي طالب من خلاله تمديد إعانة البطلة لاحظوا ماذا أقول تمديد إعانة البطلة وطرح فكرة 300 دولار من الدولة و100 دولار من الولايات فهذا الأمر سوف يستمر إلى غاية السابع والعشرين من درجانبير بمعنى نهاية هذه السنة لكن يجب أن يفهم الناس أن المال المتوفر الآن الذي هو 44 مليار دولار ربما لا يكفي إلى نهاية السنة ربما هناك ثلاث أسابيع ربما هناك خمسة أسابيع ولكن يقال بالنسبة لبعض المقتصادين أنه ربما الناس سوف تستفيد على أبعد أبعد نقطة وهي ستة أسابيع بعد ستة أسابيع سوف يتأزم الوضع مع هذا إذا قام الرئيس باتخاذ إشراء تشريعي أو الكونغريس اتخذ أمر تشريعي أو صدقه على ستيمليس تشيك أو صدقه على تمديد البطالة إلى ما بعد لأنه كما تلاحظون هذه الأمور كلها عندها علاقة بالانتخابات لحد الآن يعني ليس هناك أي قرار هناك عدم تفاهم بين الدموقراطي والجمهورين الرئيس سوف أخبركم بهذا الخبر الرئيس أخبر أول أمس بأنه سوف يتخذ قرارا أو سوف يتخذ مرسوما رئاسيا جديدا تذكر المرسوم الرئاسي الأول الذي طرحه قبل أسبوع فأمس أكد على أنه إذا لم يتفاهم أعضاء الكونغرس فسوف يقوم الرئيس باتخاذ مرسوم رئاسي آخر بالنسبة للولايات الولايات التي تريد الاستفادة من هذا الصندوق يمكنها التقديم الآن كما قلت لحد الآن هناك 33 ولاية قدمت لكن آخر أجل التقديم هو العاشر من شلتنبر إذا ولاية التي تقتن فيها لم تقدم قبل العاشر من شلتنبر فتذكر أنك لن تستفيد من الشيك البطالة الذي سوف يتم إرساله والذي قيمته 300 دولار لحد هذه الساعة التي تحدث فيها هناك ولاية واحدة وهي صوت داكوتا التي رفضت التقديم بحجة أن حاكمة الولاية أخبرت الجميع بأن اقتصاد الولاية تعافى وأن هناك 80% من الناس الذين عادوا إلى عمله نقطة أخرى التي أريد أن أطرحها في هذا الفيديو وهو على عكس شيك البطالة الذي قيمته 600 دولار والذي كان يستفيد منه المؤهلون أقول المؤهلون يعني الناس العاطين للعمل التي تتغفر فيها الشرط فكان هناك أناس يستفيدون من شيك 600 دولار لكن مع الشيك 300 دولار هناك أناس غير مؤهلين بالرغم من أنهم كانوا يستفيدون من شيك 600 دولار سوف أطرح لكم هذه الفكرة لما تم التوقيع على الكيروزاكت وهي الحزمة التي وافق عليها الرئيس في نهاية مارس بعد بداية الوباء هنا في الولايات المتحدة الأمريكية كانت الدولة تقوم بإرسال شيك قيمة 60 دولار لجميع العاطلين عن العمل بالإضافة إلى أن الشخص يستفيد من الولاية يعني هناك شيك فيدرالي وهناك شيك من الولاية بعد توقف الشيك الفيدرالي في الـ 31 من يوليوز يعني الكل كان يتساءل ما هو الحل بعد ذلك جاء الرئيس فطرح قرار أو مرسوم رئاسي قال بأن الحكومة أو الدولة أو الـ government سوف تقوم بتمديد إعانة البطالة وسوف تقوم الدولة بالتكفل بإرسال 300 دولار على أساس أن الولاية التي تقتن فيها أنت أو أنت عليها أن تحاول ما أمكن إرسال شيك قيمته 100 دولار آخر لكي يكون هناك 400 دولار فيدرالية والباقي تتوصل به من الولاية مع الشيك هذا الذي قيمته حاليا 300 دولار نقول 300 دولار لأن كما قلت لكم دائما في جميع الفيديوهات أن هناك ولايات غير قادرة على إضافة 100 دولار إلى 300 دولار لتصبح 400 دولار بالإضافة إلى دفعي يعني يعني الـ unemployment benefit الخاصة بالولاية أوكي فبع الشيك 300 دولار لن يستفيد الناس من هذا الشيك إذا كنت أقول إذا كنت تتوصل بشيك من ولايتك أقل من 100 دولار أعطيكم مثل آخر هناك أناس هنا في فلوريدا الـ unemployment benefit في فلوريدا أسبوعيا هي 275 دولار للأسبوع هناك أناس أعلمهم وأعرفهم شخصيا يتوصلون بـ 75 دولارا للأسبوع من الولاية هؤلاء الناس هم من الناس الذين لن يستفيدوا من شيك 300 دولار فأي إنسان يتوصل بشيك قيمته أقل من 100 دولار من ولايته لن يتوصل بشيك 300 دولار فهناك كما قلت في الفيديوهات السابقة وفي هذا الفيديو هناك مليون شخص عاطي عن العمل لن يستفيد من شيك 300 دولار وبالطبع هذا سوف يؤزم الوضع أكثر مما هو عليه النقطة الأخرى التي أريد أن أشرحها وهو أنه مع شيك 600 دولار كانت الدولة لما كان الناس يستفيدون من شيك 600 دولار كانت الدولة توزع ما قيمته 16.6 مليون مليار دولار يعني كل أسبوع الدولة كانت تصرف 16.6 مليار دولار أسبوعيا مع هذا الشيك الذي قيمته 300 دولار الدولة سوف تقوم بالطبع بتخفيض هذا 16.6 لتصبح 8.3 مليار دولار أسبوعيا لأنه من 600 دولار إلى 300 دولار فهناك بالطبع تخفيض لعدد الأموال التي سوف تصرف ففي 600 دولار كانت الدولة أسبوعيا تصرف 16.6 مليار دولار مع 300 دولار في حالة إرسالها بالطبع لولايات سوف تدفع الدولة 8.3 مليار دولار بمعنى كما قلت أنه هناك احتمال أن الناس التي سوف تستفيد بشكل 300 دولار ربما سوف يستفيدون لمدة قصيرة لأن الأموال الموضوع في الصندوق فيما أموال قليلة وقليلة جدا تذكروا قلت 44 مليار دولار فقط هو الموضوع في الصندوق فإذا احتسبنا 8 مليار دولار كل أسبوع ضرب مثلا 5 أو 6 هي 48 مليار دولار فربما هناك أسبوع قليلة ربما 5 أسبوع إلى 6 أسبوع إذا قمنا بعملية حسابية كل ما أريد أن نختم به وهو أن هناك 6 ولايات هي التي بدأت حاليا إرسال الشيك الذي قيمته 300 دولار وهي أريزونا، لويزيانا، ميزوري، تينيسي، مونتانا وتكسس هذه هي الولايات لحد الآن التي قامت بإرسال شيك 300 دولار هناك إحدى هذه الولايات سوف تكون نقطة فارقة في الانتخابات الرئاسية لهذا العام وهي أريزونا تذكروا هذه الولايات سوف تكون نقطة فارقة أو نقطة تحول في الانتخابات الرئاسية لهذه السنة وهو السبب الذي دفع الرئيس للدهاب إلى هناك وعمل خطاب من هناك لدعوة الناخبين للتصويت على الجمهوريين هذه هي جميع المعلومات التي تخص إعانة البطلة والولايات التي قدمت كما قلت الحد الآن ربما 33 أو 30 ولاية في هذه الساعة التي أصور فيها بالطبع هناك 50 ولاية في أمريكا فإذا كنا 33 ولاية قدمت وهناك ولاية رفضتها 34 وهي صوت داكوتا يعني هناك تقريبا 16 ولاية متبقية لا نعلم هل سوف تقدم جميع الولايات أم لا حد الآن كما قلت صوت داكوتا هي الولاية الوحيدة التي أعلنت أنها لا تريد من من الحكومة الفيدرالية هذا كل ما يتعلق بهذا الأمر شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته